هكذا تخوف أيضاً أمريكي أن تطول هذه الاتهامات أمريكا ذاته طبعاً على النحية الأخرى كيف تعامل الإعلام الأمريكي والسلسين الأمريكيون مع نفس طلب جلب مذكرات الجلب أو الاعتقال لقادة حماس يعني ألم يكن هذا الأمر يشكل توازناً أمام ما جرى من استدعاء أو يعني مذكرة مطلوبة أيضاً لنتنياهو جالانت لا تم رفض مطلق لوضع مساواة يعني طبعاً إذا أنت تنطلق من موقع محايد عليك أن تقول أنه أوكي يعني ردة الفعل يمكن أن تنتقد كل ما جرى مفهوم هذا الانتقاد ولكن من الواضح أنه على المستوى الدولي والرأي العام العالمي وعلى المستوى الإجرائي الفعلي الارتكابات والانتهاكات الإسرائيلية والتي طالت ليس فقط في غزة إنما المستوطنين وأيضاً ما يقومون به في الضفة الغربية كل هذه الأمور ترتقي إلى مستوى أن يتم وضع أكثر من شخصيتان فقط يعني أن يتم ضم كل الشخصيات التي حربت على العالم والخفير وكل المرموعات بالتأكيد ولكن الإعلام الأمريكي طبعاً هو انتقد بشكل أساسي الإعلام التقليدي والأساسي انتقد الخطوة هذه لأنها ساوت بين الاثنين ولم يكن هناك تعاطفاً بالتأكيد مع الطرف الفلسطيني في هذه الحالة كان هناك إدانة للطرف الفلسطيني ولكن بسبب ما جرى في السابع من أكتوبر ولكن على المستوى العام هناك إدانة واضحة لما تقوم به إسرائيل نحن 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 على المستوى الشعب التأكيد نرى رأي العين يعني وهذا أمر غير مسبوق دكتور وونزر أنت كمفكر وكمواطن عربي وأمريكي لما بنشوف بايدن في هذا الارتباك والخرج والاتهام من كل الأطراف فضلاً على دعمه لإسرائيل سواء يعني هو يعني أي شكل من الدعم هو دعم ومطلق وكبير وهائل لكن العرب في درجة من درجات الغضب سواء في أمريكا أو خارجها على الموقف بايدن وفي حالة رغبة من عقابه تصويتياً يعني ومن ثم يمكن فرصه للفوز تتراجع وربما تبتعد تماماً في هذه الحالة هل يكون خيار ترامب خياراً ناجحاً للعرب هل أريد أن أؤذي بايدن إلى درجة أن أؤذي نفسي أكثر يعني هل هذا المنطق العربي منطق عاطفي ولا سياسي ولا إيه بالضبط أنه يا جماعة بديل ما نرفضه هو ما نمقطه هو للأسف الخيار صعب بالنسبة للمواطن العربي والناخب العربي فيما يتعلق في الخيارات بين بايدن وترامب ولكن كان هناك دور واضح للصوت العربي والمسلم وصوت الأقليات في انتخاب بايدن وكان هناك تعويل كبير على أنه سيتخذ مواقف تنسجم مع حقوق الإنسان تنسجم مع ضرورة تعزيز ونشر الديمقراطية وهذا ما قدمه على الفكرة في بداية عهده فإنما هناك شعور بالأحباط شديد بأن بايدن رغم ما يحاول أحيانا من تعاطف متأخر كان فعلا حول ما جرى لأنه هبى لنجدة واحتضان الموقف الإسرائيلي والإنحياز التام له وقال أنا صهيوني يعني هو من سبق أن قال هذا الكلام عندما كان سيناتور يعني عضو مجلسيوكي الموقف حرج بالنسبة لبايدن وكل الاستطلاعات الأخيرة تدل على تقدم يعني في الولايات المتأرجحة أو الحرجة أو التي يعني تتأرجح والتي عادة تذهب مع التيار يعني إما للحزب الجمهوري إما للحزب الديمقراطي هناك خمسة إلى سبع ولايات في ضمن هذه الولايات هناك ثلاثة أو أربع ولايات فيها صوت عربي مميز وخاصة نحن نتحدث عن ولاية ميشيجين ولاية بنسلفانيا شيكاغو بمناسبة سيناريو بمناسبة سيناريو سيناريو اليوم التالي في غزة أنا مثلا عن اليوم التالي لهزيمة بايدن كيف يمكن يكون الموقف الأمريكي بعنوان ترامب تجاه ما يجري في غزة هل يمكن أن يعني يضع أحد أي ترجمة نانسي قنقر